موسيقى 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 هياكم الله مرحبا مع حفظ اليوم مع الحدث ومع رد على التساؤلات ومع سر من أسرار مشوارية المهنية طبعا الأحداث هذا الأسبوع كانت كثيرة جدا يمكن أن نتحدث عنها كلها ولكن نفضل أن نتحدث عن حدث واحد لا يزال يستقطب الأنظار ويثيره التعليق في مختلف وسائل الإعلام طبعا من بين أهم الأحداث هي عدم استدعام بابيلي المرة الثانية على التوالي مع المنتخب الفرنسي الذي يلعب مبارتين هذا الأسبوع خسارة البارسا كانت الحدث ثانية منذ انطلاقة الموسم خسارة السيتي أيضا الرابع على التوالي في جميع المسابقات صنعت الحدث لكن اليوم نفضل الحديث عن هدف ليفاندوفسكي الذي احتسبه الحكم ثم رفضه بالأوداء إلى الفار الذي احتسب بضعة مليمترات من الرجل اليسرى ليفاندوفسكي بعض عشاق البارسا يردون الخسارة إلى أن الحكم رفض هذا الهدف بعدها سجل فريق ريالسوسي ضد هدف الفوز أمان فريق برشارونا وكانت الخسارة الثانية للبارسا بعد أساسونا في بداية الموسم صراحة بغض النظر عن احتساب هدف ليفاندوفسكي من عدمه فإن خسارة البارسا كانت منطقية أمام ريالسوسيدة الذي استحقق الفوز وكانه تميزا وخلق عديد الفرص لتهديفه لكن بعد المباراة أثناء المباراة كان فيه نقلة صور لكلام بين هانس فليك والحكم يتهكم عليه بطريقة لبقة شوية أو يحتج لديه على رفض الهدف الحكم كان قال حسب بعض التسريبات بأنه أنا احتسبت الهدف والفار هو الذي رفضه بحجة وضعية التسلل ببيضة مليمترات وهذا هو القانون وهذه تقنية الفار التي تضحك وتبكي تقنية الفار التي تسعد وتحزن وهذا جزء من حلاوة كرة القدم ومعررتها طبعا فأثير كثير من الكلام في وسائل الإعلام حتى لدرجة ذهب البعض إلى توجيه الاتهام لفريق المدريد بطريقة غير مباشرة هنا بدأنا مع التحكيم وهنا بدأنا نتكلم على وسائل التواصل الاجتماعي وما تحدثت عنه في كاترونيا بالدرجة الأولى هنا نرجعنا لمسألة التحكيم احنا فارق ستنقات يريدون تعطي لنا منذ البداية في إشارة إلى مساعدات سابقة للحكام لفريق المدريد في وقت الريال يشتكي في بعض الأحيان من سوء التحكيم في بعض المبارايته فوصل الأمر درجة اتهكم واتهام فريق المدريد بأنه خلف كل ما حدث وكل ما سيحدث للبرصة خلال الأسبوع القليلة المقبلة طبعا هي طريقة لدفاع النفس طريقة أيضا لرمي الضغط في الجهة المقابلة طريقة أيضا للضغط على الحكام في مباراية قادمة بالنسبة للبرصة ولكن صراحة ثبت بأن الوضعية كانت وضعية تسلل بالنسبة لروبرت ليفاندوفسكي ولو أن بعض اتهم وصل إلى حد اتهام الجماعة الفار بأنهم زوروا تقريبا تلك الصورة التي طلعت في وسائل الإعلام بعد ذلك وكشفت بالمليمتر وضعية تسلل بالنسبة لروبرت ليفاندوفسكي كلام كثير أثير كلام كثير سيثار لاحقا لكن في المحصلات تقنية الفار لا تزال أيضا تثير الكثير من الجدل رغم اعتمادها على تقنية حديثة ودقيقة جدا في تحديد الوضعية البعض يقول دقتها كبيرة كثير ومتعة كرة قدم هي في مثل هكذا فوات وأخطاء وغض النظر عن بعض الكرات واللعبات لكي يسمح بمشاهدة أكبر قدر ممكن من الأهداف ولكن ليس لدرجة ظلم المنافس لأن وضع التسلل هي وضع التسلل سواء كانت بريم المتر واحد أو سنتيمتر أو متر واحد أو أكثر من ذلك ومع ذلك أثير الجدل لذلك أثرناها كقضية القضية ستتلوها من دون شك قضايا أخرى في هذه التقنية وفي إسبانيا بالدرجة الأولى ولو أن هذا النقاش يوجد خاصة بين البارسة والريال يوجد خاصة في إسبانيا في دوريات أخرى فيها أيضا كثير من الأضرار وفيها أيضا كثير من الهفوات ولكن يبقى بكل سلبياته والظهر إيجابياته أكثر من سلبياته يعطي دي كل دي حق حقه وما زال يضيع لنا كثير من الوقت خاصة لما تكون لعبة مشكوك فيها ولكن في نهاية المطاف الهدف رفض ريال سوسيدة فاز البارسة خسرت ما زالت رائدا بفارقي ست نقاط عن الريال كل واحد عنده مباراة متأخرة المتعة نتمنى تكون مستمرة ومتواصلة بين الفريقين لملا مع عودة فريق أتليتيكو مادريد حتى لا يموت الدوري الإسباني ولا يقتل إلى غاية الجولة الأخيرة من الدوري مثل ما كان يحدث في سنوات خلت كان الريال يسيطر أو البرساتو سيطر قضية أعتقد أغلقت ولكن آثارها ستكون متواصلة خلال الموسم في مباراة قادمة في الدول الإسباني خاصة في مباراة البرسا وكذلك الرئيال أنت تسأل وأنا أجيب نبدأ مباشرة مع سؤال سهلا أخي حفيظ الدراجي شكرا لك سؤالي المطروح إليك على حضوظ المنتخب الجزائري في كأس إفريقيا 2025 ونذكر أنه المنتخب الجزائري أول المتآهلين على المجموعة الخامسة وهل أنت مع أو ضد عودة يوسف لبلالي إلى المنتخب ونعرف أنه يعني قاعد يقدم فيه مردود طيب مع فريقه الترجي وهل هناك فهم إمكانية عودة الحارس رئيس أنبولحي للمنتخب الجزائري سابق لأوان الحديث عن حضوظ المنتخب الجزائري في نهائيات كأس إفريقيا ستكون بعد سنة من الآن أكثر من سنة من الآن ف لا ندري ما الذي سيحدث سواء على مستوى الطاقم الفنية ولا سنوى اللاعبين لا ندري ما الذي سيحدث على مستوى منتخبات أخرى فلا يمكن أن نتحدث عن حضوظ أي منتخب مع هذا المنتخب المغربي لأنه يلعب في بلاده لا يمكن الحديث عن حضوظ أي منتخب بما في ذلك الجزائر ولكن يمكن الحديث عن تحولات حتى لا أقول تطورات حتى نبقى في السياق هناك تحولات على مستوى المنتخب من هنا إلى بعد سنة ونصف ممكن أمور أيضا تتغير دينا نجاهد ملامح خيارات متعددة بالنسبة للمدرب وملامح تغيير على مستوى ذهنيات ومنظومة اللاعب وتغيير على مستوى علاقات نحو الأحسن على مستوى علاقات لايبين بمدربهم سواء كانوا أساسيين احتياطيين أو غايبين يستدعون أو لا يستدعون أعتقد بأنه بدينا نكتشف فلسفة جديدة ليست كلها إيجابية طبعا عندما نتحدث عن فلسفة فلا يعني أننا نتحدث عن إيجابية فقط هناك إيجابيات وهناك سلبيات يمكن تصوحها طبعا وهناك إيجابيات أيضا يمكن تضيحها مع الوقت سابق لأنه الحديث لأنه ممكن حتى بعض اللاعبين الموجودين اليوم لن يكونوا ممكن بعض اللاعبين أيضا لم ينتحقوا بعد بالمنتخب سيكونوا حاضرين في نهايات كاسمان أفريقيا 2025 ولكن أنا صراحة يصعب العلية الحديث عن حدود المنتخب اللزائري ولكن يبقى أنه صعب جدا تقبل خروج ثالث على التوالي في الدور الأول على الأمر يبدو مستبعد حتى ولو لعبنا بالرديف بالنسبة ليوسف بلايلي و رئيس وهاب من بولحين أعتقد أن بالنسبة لرئيس وهاب من بولحين تهى مشواره مع المنتخب اللزائري وهو الآن لا يلعب في أي نادي بالنسبة ليوسف بلايلي أيضا الأمر المتوقف على يوسف بالدرجة الأولى وليس على المدرب كيف سيكون حاله مع الترجي كيف سيكون حاله الموسم المقبل كيف سيكون حاله من هنا إلى شهر مارس المباراتان المقبلتان سنلعبهما في شهر مارس المقبل في تصفية كأس العالم 2026 وبتالي فترة خمسة أشهر ستكون طويلة وممكن تخفي أشياء لا نعرفها ولكن لحد الآن أعتقد بأن عدم استدعاءه كان منطقي لأسباب خاصة بالمدرب ويجب احترامها مهما كانت أي نعم نناقش أي نعم نعلق أي نعم نحلل ولكن يبقى الخيار الأول والوحيد هو للمدرب فلاديمير بوت بيتكوفيتش الذي بدأ يتحكم في المجموعة والذي بدأ يظهر الكثير من الشخصية القوية التي تمكنه بالدرجة الأولى من تحكم في فريقه وفرط نمط اللعب المحدد وفرط أيضا الانضباط اللازم على مستوى المنتخب عندما نتحدث عن الانضباط أنا لا نتحدث عن الإضابات الشخصية يعني كأشخاص تحدث عن الانضباط الفني والتكتيكي بالدرجة الأولى والالتزام مع ما تقتضيه المجموعة التي يديرها المدرب بلاديمير بيتكوفيتش إذن يمكن فقط الحديث اليوم عن حدود المنتخب المغربي التي تبقى هي الأوفر وهي الأكبر للتتويج باللقب الغائب عن خزينه مدام أنه ينظم البطولة في بلده نمر إلى السؤال الثاني في هذه الحلقة ما هو سبب تراجع منشستر سيت المفاجئ الذي أدى على خسارته في الأربع مباريات متتالية هل خروج رودري من الارتكاز هو الذي أثر على الدفاع وخروج دي بروين من الأمام هو الذي أثر على الهجوم شفنا دائما الفريق يستحوذ على المبارات ولكن لا يصنع أي فرصة ناجهة لا يشكل أي خطورة على مرمى الختم فهل هذه هي الأسباب فقط أم هناك شيء آخر لفت انتباهك في الفريق وأنا صراحة واحد من معجبينك ودائما أستمتع بتعليقه وهذا هو سؤالي والسلام عليكم صحيح فيه تراجع لمنشستر سيتي أربع خسائر متتالية في جميع المسابقات وحدها في دور الأبطال والأخرى في الكاس مباراة في الدوري السمح فسح المجال ليفربول للانفراد بريادة الترتيب وأدخل الكثير من الشكوك في الأوساط الجماهرية والإعلامية في منشستر سيتي وربما حتى في أوساط اللاعبين تراجع النتائج بغض النظر عن تألق ليفربول بناء الأربع خسائر متتالية أمر كبير لم يحدث في أهد جوارديولا منذ 2016 أنا قد لا أصل للحديث عن نهاية مرحلة لا ولكن نتحدث عن ضرورة حدود مثل هذه الأشياء في مشوار أي فريق في وقت ما في البداية في النهاية في الوسط بعد سنة بعد ثلاثة بعد ستة أعتقد هذا الأمر يحدث لأول مرة لذلك لفت الانتباه ولكن من بين الأسباب الأسباب وليس الحجج هي غياب رودري هي الإصابات المتكررة كذلك للعبين المختلفين في منشستر سيتي حيث لم يلعب بنفس التشكيل لمبارتين متتريتين حد الآن في كل المباريات التي لعبها بيب كورديولا وبعدين لما تصير قوي وغول ومسيطر وتخوف فأكيد كل الأعيون عليك وبالتالي بورنموث لما فاز على منشستر سيتي بالنسبة إليه فاز بالدوري فأمر مهم جدا وكيتوتنهام هو فريق كبير أقصى فريق منشستر سيتي من مباراة الكعس ولكن فوز بورتينج بونا بالأربع على منشستر سيتي أيضا متين للكثير من علامات الاستفهام الأمر يتعلق بالغيابات فقط لا أمر يتعلق أيضا بخيارات مدرب بعضها ممكن تجاوزه الزمن بعضها لأنه اليوم السيتي لم يعد قادر حتى على الضغط على المنافس كنا في السنوات خلات السيتي لما يدخل يضغط اليوم السيتي لما يدخل يضغط عليه يعني من طرف فرق مغبورة مش الضغط من ليفربول ولا أرسنال ولكن من فرق أدنى من ذلك ففيه خلل على مستوى منظومة اللعب وعلى مستوى الفريق ككل ممكن الشغف ينقص ممكن الملل ممكن ثقة في النفس الزايدة ممكن أيضا لما المدرب يطول أيضا يصبح عنده أثر عكسي قلال المدربين اللي يطولوا ووفقوا في كل مرة لكن لما يطول المدرب أيضا ويطولوا لعبين كثرة غيرات حدثت على مجتوى تشكيلة فريق مانشستر بتطعيمات جديدة ولكن يبقى وأنه الأمر هذا عادي وطبيعي ويحصل في أي فريق أو على مستوى أي منتخب لأنه في المقابل يجب أن نتحدث عن تحول كبير كذلك على مستوى نوادي أخرى في إنجلترا اللي تبقى قبلة المتعة الكوروية لحد الآن للحديث عن مشواري عن واحد من أسرار مشواري المهني حبيت نربط اليوم بين الكورا وبين وبين الإعلام نعم ناس اللي من سني وممكن كبار شوية يعرفوا بأنه أنا لعبت كورا عدو بالله مقلت أنا ولكن قلال لي يعرفوا بأنه لعبت كورا السلة أنا كنت ولد قصير لعبت كورا السلة لمدة أربع سنوات في الحي طولت شوية بعدين لما طولت رحت تتحول إلى ممارسة كورا قدم مع شوقتي بديت في صنف الأوسط لعبت في خمس أندية تقريبا فرق واحد اللي لعبت فيه موسمين البقية كنت نغير في كل مرة كنت طالب جامعي في ذلك الوقت لعبت في فرق صغرى كمدافع وكوسط ميدان وكمهاجم ومرة حتى لعبت كحارس مرمى ولعبت في المستوى العالي في موسم 87 88 في السنة اللي تخرجت منها في الجامعة لما نقول في المستوى العالي لعبت فيه فريق أول من أفضل ومن أعرق الأندية في الجزائر اللي هو مردية الجزائر لعبت مع لعبين أيضا كبار تقول لاذا تقول هذا شيء نقول لكم بأنه هذا الشيء ساعدني في التعليق هذا لا يعني بأن الذي لم يلعب الكرة لا يمكنه أن يكون معلقا ولا يمكنه أن يكون مدربا لا ممكن أن تكون معلق ومدرب وانت عمرك ولا لعبت الكرة ولكن لما تلعبها تكون عندك إضافات بعض الجزئيات وبعض الخصوصيات تعرفها ممكن أفضل من أي واحد لا يعرف معنى مباراة كرة على أرضية الميدان لا يعرف معنى مدرب ولا لاعب ولا مسير ولا غرف ملابس بين الشوطين ولا غرف ملابس قبل الشوطين ولا يعرف كرسي الاحتياط ولا يعرف المدرجات ولا يعرف تدريبات المستوى العالي ولا يعرف حتى كيف يتعامل الحكام والمدربون واللاهبون فيما بينهم أعتقد بأنه هذه الجزئيات نعرفها شوية أكتر من واحد ملابس الكرة عندما أريد أن أتحدث عنها وتساعدني كثيرا في فهم أشياء نراها ولكن يصعب يصعب تفسيرها فهذا ساعدني كثير جدا في تعليقي لذلك حبيت نلفت الانتباه إلى هذا السر الذي لا تعرفه الأجيال الصعيدة لعمره عشرين سنة فما تحت ممكن لا يعرف هذه الخصوصيات ولكن عود نقول بأنه اللعب الكرة لا يعني بأنه يخليك معلق شاطر وعدم ممارستها يخليك معلق متواضع لا ولكن يساعدك كثيرا وأنا ساعدني كثير أنه مارست الكرة مثل ما ساعدتني كرة تسلف أنني طولت فساعدتني أيضا ممارسة الكرة في معرفة بعض الجزئيات وبعض الخصوصيات التي قد تخفى على المشاهد وتخفى على معلق لم يلعب الكرة لذلك تساعدني على أنني أضيف تلك الإضافة إلى التجاوب مع لقطات ومع الكرات ومع الأهداف فتكون عندي شوية لمسة نعرف بها ممكن نوايا المدربين واللعبين والحكام من خلال تصرفاتهم عبر الشاشة أو حتى في مدرجات الملاعب هذه واحدة من أسرار حكايتي المهنية حبيت أنقلها لكم السلام